اشتركوا في القناة وقادمة من العام 2024 لتكون على مستوى دول مجلس التعاون الخالجي بما يتيح للدول الأعضاء الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تراكمت لدى مملكة البحرين في تنظيم هذا المؤتمر على مدى ستة نسخ متتالية كما أوصت اللجنة بتجيع التحالفات البحثية بين المهنيين والممارسين في مجال طب الجلدية والتجميل والاستثمار في البحث والتطوير لتحسين العلاجات والخدمات المقدمة للمرضى ومتابعة المستجدات في علوم الأمراض الجلدية وطب التجميل هذا وقد أوصت اللجنة أيضا بإنشاء مركز دعم وتدريب للأطباء الجدد عبر تنظيم دورات تدريبية ومرش عمل متخصصة على أيدي الأطباء المتمرسين والخبراء والأكفاء ترجمة نانسي قنقر